وينضم إلينا من أربيل هشيار زيباري ووزير الخارجية العراقي الأسبق والقيادة في الحزب الديمقراطي الكردستاني أهلا بك مع الوزير في عاصمة القرار هل تبلغتم التحذير الأمريكي بشكل مباشر من إمكانية أهلا بك ميشيل أهلا وسهلا أهلا بك مع الوزير هل تبلغتم التحذير الأمريكي بشكل مباشر من إمكانية إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد وفرض عقوبات على العراق في حال عدم ضبط الميليشيات العراقية المدعومة من إيران ميشيل نعم تبلغت الرئاسات العراقية بالقرار الأمريكي وخاصة من وزير الخارجية سيد بومبيو وكان واضح وصريح جدا لكن هذا خطأ استراتيجي كبير جدا في تقديري ومن خلال تجربتي وخبرتي قرار استراتيجي خطير وخاطئ لأن المصالح الأمريكية في المنطقة برمتها راح تكون مهددة وتؤشر إلى تراجع أمريكي في دعم حلفائها في المنطقة وسوف لن تكون هناك مصداقية في التحالفات الإقليمية مع الولايات المتحدة الأمريكية طيب إلى أمد برأيك هذا الأمر ما زال قائما مخاوف مشروعة وبالتالي هل يمكن لرئيس الحكومة العراقية الكاظمي أن يحول دون ذلك هو موجود ومطروح هو مطروح وموجود ومبلغ به لكن أمام الحكومة العراقية والسيد مصطفى الكاظمي فرصة لتفادي عواقب هذا القرار من المهام الأساسية لهذه الحكومة تنظيف المنطقة الخضراء أو المنطقة الدولية من التواجد الميليشياوي الحجدي وأيضا تأمين طريق المنطقة الخضراء إلى المطار وتغييرات في قيادات للحجد الشعبي لكن هل بمقدور السيد مصطفى الكاظمي الرئيس الوزراء أن يقوم بهذه المهام هذا السؤال مفتوح والحد الآن لم يستطع من مواجهة هذه الميليشيات وهذه القوى الخارجة عن القانون فلذلك عواقب يعني انسحاب أمريكا من العراق دبلوماسيا وعسكريا إلى تداعيات كبيرة جدا على الوضع العراقي العراق سيرجع إلى الحزنة الدولية إلى عدم حصولها على الدعم المالي والاقتصادي والأممي وصوف يصبح دولة فاشلة مرة أخرى بعد 17 سنة من التدخل والتواجد الأمريكي في هذا البلد يعني تخشى أن يتحول العراق إلى لبنان آخر لا أسوأ من لبنان إلى صومال وإلى دول أخرى ولكن أوضاع الصومال تتحسن هذا القرار الأمريكي نعم صومال ربما أفضل من حالات الآخرين لكن أمانة هو قرار خطير جدا جدا وجيوستراتيجي ويدل على تراجع أمريكا في المنطقة برمتها طيب مع الوزير يعني القصف امتد من بغداد إلى أربيل طيب إذا انسحبت القوات أو ديبلوماسيون الأمريكيون من بغداد وانتقلوا إلى أربيل أرسلت الرسالة ذكرت أن هذه الرسالة وصلت وأنكم ستردون عليها من الإقليم وأنها محاولة إيرانية للتدخل بالانتخابات الأمريكية وربما في محاولة لإسقاط الرئيس ترامب كيف يمكن لإيران أن تسقط الرئيس ترامب في العراق برأيه لا هو هناك تصعيد في شهر أكتوبر يعني بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية وهدف هذه المجموعات المسلحة المرتبطة بإيران هو إحراج الرئيس الأمريكية لأنها يدها تحت الحجر مثل ما يقولون ولذلك أي إحراج أو أي اقتحام للمنشآت العسكرية أو أخذ رهائن أو قتل أمريكيين سوف يكون محرجا جدا في هذه الفترة العصيبة من الانتخابات وهذا السيناريو كان مطروح من فترة ونحن نبهنا عليه ولازال موجود فلذلك الاعتداءات التي حصلت على محيط مطار أربيل مؤخرا جاءت من ميليشيات مرتبطة بالحجر الشعبي ومن ألوية معروفة وواضحة وعد القدو وعد حنين القدو اللي هو مطلوب على قائمة العقوبات الأمريكية والمتهم بالإرهاب بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان في سهل نينوة هذا مؤكد بالنسبة للأجهزة الأمنية في أقليم كردستان من جهاز مكافحة الإرهاب من وزارة الداخلية من المخابرات الكردية أن هذه الصواريخ انطلقت من منطقة هذا اللواء يسيطر عليه واللي مرتبط بقيادات مؤثرة في الحجر الشعبي ليس هناك قوات عسكرية ماسكة للأرض ولا كاميرات كما يدعون بها ولكنها هي القوة المؤثرة على الأرض وهذا تطور خطير وحكومة الإقليم وقيادة الإقليم سوف لن تسكت عن هذا التهديد الأمني الخطير لأمن الإقليم إطلاقا كيف سترد؟ هناك طرق عديدة للراد لا يمكن البحث بها في الإعلام إطلاقا ولكن لقيادات الإقليم الأمنية أساليبها وطرقها في مواجهة هذا التحدي الأمني طيب هل يمكن أن يصل التصعيد إلى مواجهة أمريكية إيرانية في العراق برأيك أو ربما أوسع؟ المواجهة حاصلة وموجودة من استهداف السفارة الأمريكية المنشهات الأمريكية القوافل الأمريكية وهي حالة قائمة حقيقة لا نستطيع أن ننكرها لكن إلى ما هي نتائجها؟ خلال هذه الفترة الانتخابية في الرئاسة الأمريكية بالتأكيد أنا في تقديري سوف يحصل تصعيد أكبر وأكبر في اتجاه إحراج هذه الإدارة الأمريكية الحالية يعني يبدو أن لديك معلومات في هذا الشأن مع الوزير والله لدي معلومات ولدي تقارير منذ فترة وأنبه بأن شهر أكتوبر سوف يكون حاسم بالنسبة لصراع الأمريكي الإيراني في العراق والعراق أصبح صاحة لتصفية هذه الحسابات ترجمة نانسي قنقر